موسيقى استمرارا لجهود القوات المسلحة في الحفاظ على أمن مصر القومي وتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية تمكنت عناصر حرس الحدود بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع عناصر الهيئة الهندسية من اكتشاف وتدمير ستة أنفاق جديدة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة وضبط اتنين تجهيز محلية الصنع تستخدم كقاعدة لإطلاق قضائف الهون 82 ملي وفي جنوب سيناء تمكنت عناصر حرس الحدود بالجيش الثالث الميداني من ضبط ثلاثة مراكب للصيد محملة بأكثر من اتنين وتمانية من عشر طن من نبات البنجو المخدر بمنطقة حمام فرعون على ساحل خليج السويس كما تمكن رجال حرس الحدود بالمنطقة الشمالية العسكرية من القبض على ثلاثة وثمانين متسللا خلال محاولة للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر المتوسط من بينهم ثمانية وخمسون مصريا وعشرة سوريين وعشرة فلسطينيين وخمسة عراقيين بالقرب من مدينة بلطيم يأتي ذلك في الوقت الذي عززت فيه عناصر حرس الحدود من نجاحاتها الأمنية المتلاحقة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالتعاون مع القوات الجوية حيث تمكنت من تدمير عشر عربات دفع رباعي خلال محاولة للتسلل عبر الحدود ببحر الرمال الأعظم جنوب سيوة والقبض على مائتين وأربعة وثلاثين متسللا بالسلوم خلال محاولة للهجرة غير الشرعية والقبض على سبعة عشر فرضا من العناصر الإجرامية خلال محاولات للتهريب عبر الحدود تم خلالها ضبط بندقية آلية ومليون وستمائة وعشرين ألف قرص فياجرا وألف قروس سجائر مصرطنة وفي المنطقة الجنوبية العسكرية تم إحباط محاولة للبحث والتنقيب عن الذهب تم خلالها القبض على أحد عشر متسللا سودانيا وبحوزتهم تسعة أجهزة للكشف عن المعادن ترجمة نانسي قنقر